اشتركوا في القناة ومدير مشروع مستقبل مصر وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الاراضي على مستوى الجمهورية خاصة في اطار الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتشكا وصعيد مصر دع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلاناسكي القوات الاوكرانية الى اظهار مزيد من المقاومة في مواجهة العملية العسكرية الروسية وقال زيلاناسكي في خطابه المسائي ان قوات بلاده سوف تنتصر على القوات الروسية وانها ستتمكن من تحرير كافة المناطق التي سيطرت عليها كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ان بلاده بدأت في انتاج صواريخ سيركون فرط الصوتية بكمية ضخمة واضاف ان وزارة الدفاع الروسية ستواصل ايضا انتاج صواريخ كينجال لافتا في الوقت ذاته الى ان الوزارة وقعت في بنتدى الجيش عقودا بقيمة نصف تريليون روبل لانتاج الصواريخ اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان القوات الاوكرانية استخدمت نهاية الشهر الماضي مواد كيميائية سامة ضد قواتها في منطقة زابوريجيا وقالت وزارة الدفاع الروسية انها نقلت عسكريين روسا كانوا يؤدون مهامهم في منطقة فاسليفكا الى المستشفى بعد ان ظهرت عليهم علامات تسمم مشيرة الى انه نتيجة للفحوصات فتم اكتشاف مادة شديدة السمية من نوع توكسين البوتولونيوم في اكساد الجنود موضحة ان موسكو تعمل في الوقت الحالي على عدد الوثائق التي تؤكد هذه الوقائع مع نتائج جميع التحليل التي تم اجراؤها اكد المستشار النمسوي كارل نهمر ان هدف البلاد الاساسي بالنسبة لفصل الشتاء المقبل هو تأمين امدادات الغاز في البلاد والاستقلال عن الغاز الروسي واوضح المستشار النمسوي ان بلاده تلعب بالفعل دورا رائدا في مجال تطوير قدرات الطاقة المتجددة شهدت وسائل النقل العام في بريطانيا يوما جديدا من الاضطراب للمطالبة برفع الاجور بسبب التضخم الكبير الذي تشهده البلاد وتشهد المملكة المتحدة هذه الايام سلسلة اضرابات ضخمة طالت بشكل خاص قطاعات النقل والبريد والموانئ وتعد حركة الاحتجاج هذه هي الاكبر منذ عقود ضد التضخم الذي بلغ في يوليو الماضي 10.1% خلال عام وقد يتجاوز 13% في اكتوبر المقبل ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيرو كود اضطر على الشاشة هذه التحياتي لأي ابوزة شكرا عطيب المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة